تصرحات المديرين الفنيين قبل مباريات الغد ونبدأ طبعا بوريد الركراكي المدير الفني دي المنتخب المغربي اللي قال كلام في منتهى الأهمية أبرز الكلام ده أنه الراجل ركراكي بيفكر في كاس العالم البطولة نفسها أنه بمغرب تشيل كاس العالم لا تستغربش اسمع وتعالى نكمل ستكون مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا نحن نواجه واحدا من أفضل المنتخبات الكروية في العالم لديهم الكثير من الطموح أعتقد أنهم أحد المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية نحن أيضا حصلنا على الأشياء التي نريدها لقد أمضينا يوما إضافيا للراحة مقارنة بالخصم وسنحاول تحقيق المفاجأة لأنه إذا تمكننا من إخراج إسبانيا أعتقد أن هذه ستكون مفاجأة رائعة بالنسبة لنا ولبلدنا أيضا آمل أن تكون هناك مباريات أخرى أكثر أهمية في المستقبل آمل أن نصل إلى ربع نهائي لدينا فرصة لصنع التاريخ وأن نكون الفريق الوحيد الذي فعل ذلك في تاريخ المغرب سنبذل قصارى جهدنا ولا نريد أن نترك المنافسة بأي شكل ثم من وجهة نظر عاطفية أعتقد أننا بحاجة إلى إزالة الدراما من كل ذلك نحن نحاول إيجاد توازن داخل أنفسنا حتى يشعر اللاعبون أنها مباراة يمكن أن تدخلهم التاريخ ولكن دون ممارسة الكثير من الضغط على اللاعبين حتى يكونوا على مستوى المهمة في كلام مهم بقى ما جاش في الفيديو ده وليدرك راكي قاله النهاردة مهمة أوي ملعم جدا يعني قالك إحنا منحلم أن إحنا نبقى أول منتخب أفريقي بيوصل لنهائي كأس العالم وقال حتى لو ما قدرناش نوصل لنهائي كأس العالم فبعد سنوات قادمة لما منتخب أفريقي يقدر يعمل كده ويوصل لنهائي كأس العالم هيقوله على الأقل على الأقل أن المنتخب المغربي أول منتخب حلم أنه يوصل لنهائي كأس العالم فمن حقنا نحلم ونقدر نحق الحلم ده كان جزء من تصريحاته إيدريك راكي اللي ما جاتش في الفيديو هنا بس برضو كلام مهم جدا من مدرب قدير جدا وكلمت عنه كثيرا في الحلقات السابقة